ايها الاحلام العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيلم الارض للمخرج العبقري يوسف شهين في مشهد مصرحي عمله محمود المليجي مع يحيى شهين مع حمدي احمد رحمة الله عليهم جميعا وهو بيقول لهم كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة انا افتكرت المشهد ده مبارح بالليل او النهاردة بس قبل ما نشوف المشهد ده انا ليه افتكرته خليني اكلمكم عن منطقة جميلة منطقة بيرجع تاريخها لعصر الممليك لحد ما قام الخديوي اسماعيل وبنى سرايا الجزيرة السرايا اللي شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس بحضور عدد كبير من امراء وملوك العالم منهم امبراطور فرنسا نابليون الثالث وزوجته الامبراطورة اوجيني فتم اختيار الجزيرة دي وقتها كمنطقة لسكن الحراس اللي خلاهم الخديوي يحموا الاصر اما عن قصل تسميت زمالك فبترجع الى جمع كلمة زملك يعني عشة من البوس وفي الوقت مع الوقت بدأت الزمالك تبقى منطقة جميلة لما طلب الخديوي اسماعيل من المهندسين الفرنسيين والايطاليين انهم يبنوا الحي دا ويخططوه ومع انتقال العائلات الارستقراطية من الاجانب والمصريين للسكن اشتهرت منطقة الزمالك بانها منطقة كريمة المجتمع من اهم معالم حي زمالك مكتبة القاهرة الكبرى اللي هي جنب بيت محمد عبدالوهاب منطقة الزمالك كانت الحقيقة منطقة بيسكنها كريمة المجتمع المصري كان بيسكنها عبدالوهاب كان بيسكنها هند روستوم وجوزها كان بيسكنها الحقيقة عمالقة عمالقة هي في المنطقة دي هنلاقي صفارة السويد وفيلا السفير السعودي وصفارة العراق وصفارة دولة الكرسي الرسولي اللي هي الفاتيكان دا غير مقر النادي الاهلي وطبعا كان بيسكن في منطقة الزمالك ام كلسوم هتلاقي برضو جنب الاهلي مبنى اتحاد الكرة القدم ومبنى اتحاد الكرة الافريقي اتحاد كرة القدم اللي تم انشاؤه في قوال القانون العشرين في المنطقة دي الملك فاروق ملك مصر السابق اقام على رأس جزيرة الزمالك استراحة له والنادي ليخوت الملكية نادي الزمالك او منطقة الزمالك انا اسف حضرات المنطقة دي منطقة جميلة قوي منطقة رهيبة منطقة رائعة بكل الطرق الحي الجميل دا حضرات اللي انتوا شايفينه اللي كان مليان سريات واللي سكنوه يعني ناس عملقة على فكرة برضو فاتن حمامة سكنت في عمارة ليبون هناك رجدي ابازة وسامية جمال كانوا سكنين في نفس العمارة الفنانة شريهان سكنت في نفس عمارة ليبون منطقة الزمالك كانت منطقة خاصة جدا بتوعه صحابها الفنان المقرق حسين حسن الامام كان من سكان الزمالك وعديد بهاء طاهر كان من سكان الزمالك حسين مؤنس انا روحت له قدام فندق اطلس بيته او شايته يعني اه في الزمالك برضو منطقة الزمالك منطقة خاصة جدا وكانت ومن سكان المنطقة دي برضو الفنانة نجلاء فتحي وجوزها رحمة الله عليه حمد أنديل قال لي ما مشارح حمد حشمت على اي حال المنطقة دي تفاجئ اهلها الحي الجميل ده باني اربع حدائق تاريخية وتراثية بيتم ازالة اشجار فيهم من قبل الاجهزة المحلية تمهيدة لتحويلها الى ساحات لركن السيارات في مقابل رسوم يومية فجأة كده الناس سحيوا على الناس بتشيل شجر شجر من حدائق للزمالك حدائق تراثية او حدائق يعني ذات طبيعة خاصة سكان حي الزمالك بعضهم قرروا ينظموا وقفة احتجاجية في شارع السرايا في الجزيرة عشان يطلبوا الحي الاجهزة التنفيذية في حي الزمالك بانها توقف اعمال ازالة الاشجار المطلة على ضفاف النيل فكانت الوقفة دي ناس كلام الجمال كل ناس عايزة تفهم ايه اللي بيحصل كلنا ناس مستطفة كلنا ناس بنحب بلدنا كلنا منحقين ناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في منطقة الزمالك اللي فيها نادي جزيرة ونادي الفروسية الناس تفجأوا بان الحدائق دي بتتشال من بقى الناس اللي نزلوا وقفوا الوقفة الاحتجاجية دي مبارح او اللي نشرت مبارح من اللي في الفيديو دول في الفيديو دا يا حضرات نص حكومة نص تشكيل وزاري تلات وزاراء سابقين نائب رئيس وزارة امين عام لجمع الدول العربية دا كلافت للناس اللي كتير علقوا على نص الحكومة اللي في الشارع نص وزارة خانيشوف البوست دا من الوقفة الاحتجاجية اهو الصور من الوقفة الاحتجاجية لسكان الزمالك سكان شارع سرايا الجزيرة في الزمالك على رأسهم عمر موسى مونير فخري عبد النور نبيل فاهمي ليلى اسكندر وزير تطور الحضارة السابقة بينظموا وقفة احتجاجية بسبب بناء جراج يحجب عنهم رؤية النيل ويطالبون بالحفاظ على الطابع الاخضر للمنطقة نص حكومة بالضبط عارف ليه بقولك نص حكومة لان فيها تلات وزراء تلات وزراء نبيل فاهمي كان وزير خارجية سابق وبالمناسبة احب بقولك على حاجة نبيل فاهمي يبقى ابن اسماعيل فاهمي ولو ما تعرفش فكرك مين اسماعيل فاهمي اسماعيل فاهمي كان وزير خارجية مصر قبل ما السادات يعلن رغبته فانه مستعد انه يسافر الى اي حتة في العالم لتوقيع السلام مع اسرائيل حتى لو كانت تل قبيب نبيل فاهمي اسماعيل فاهمي سمع قصتين دول خلع توب الخارجية وقال للسادات ورأتي انا برا الليلة دي ابنه نبيل فاهمي ابن اسماعيل فاهمي ابوه كان وزير خارجية وهو بقى وزير خارجية ليلة اسكندر او دكتور ليلة اسكندر الدكتورة بس لو جبتلي بس اه لو جبتلي صورة ليلة اسكندر كالترخيرك لو جبتلي صورة ليلة اسكندر ليلة اسكندر دي دي قصة لوحدها ليلة اسكندر يا حضرات سيدة مصرية وهي دكتورة ودرست في جامعات امريكا وكانت بتدرس في سيليكون فالي ليلة اسكندر هذه السيدة المرموقة قدت من عمرها حوالي خمستاشر سنة في عزمة الزبالين عشان تطورهم ليلة اسكندر لها باع طويل جدا في مجال البيئة وعشان كده تم تعينها الحقيقة هي دي ليلة هانم اسكندر اصولها من المينيا من اسرة مرموقة جدا في المينيا هذه السيدة انا اتعاملت معاها سيدة ارقى مما رأيت في حياتي سيدة محترمة جدا وزي ما قلتلك رغم انها درست او بتدرس في امريكا الا انها خصصت خمستاشر سنة من عمرها في حي الزبالين عشان تطور الناس اللي هناك ثم بقت وزيرة تطوير حضاري ليلة اسكندر كانت ضمن الوقفة دي نيجي للاخ ده مونير فخري عبد النور ده كان وزير في حكومة بعد كده بعد انقلاب تلاتين سونية والراجل ده سليل اسرة عريقة اسرة مصرية عريقة جدا ومناسب اسر قفطية غالبا يمكن يكونوا منازبين بطرس غالي او حاجة كده لكن الراجل ده كان وزير يبقى كده نبيل فهمي وزير مونير فخري وزير ليلة اسكندر وزير التطوير حضاري يتبقى عندنا ده زياد بهاي الدين ابن احمد بهاي الدين وصوله من اسيوت هم منازبين عماد ابو غازي او عماد ابو غازي مناسبهم تقريبا يعني فيها لقم الاثنين عماد ابو غازي اللي كان وزير ثقافة بعد صورة يناير عماد ابو غازي ابن الناقض الكبير اللي تربين على ايد كتاباته بدر الدين ابو غازي بدر الدين ابو غازي هو اللي حط تصميم عالم مصر ابوه ابو عماد ابو غازي منازبين زياد بهاي الدين زياد بهاي الدين والده الكاتب الكبير افضل من انجبت مصر في مجال الصحافة احمد بهاي الدين اللي لما حبه خلابيس عبد الناصر يقلبوه على عبد الناصر على احمد بهاي الدين عبد الناصر قال لهم سبوه كده هو بهاء مخه كده أحمد بهاي الدين اللي ما عمرش كتير مع عبد الناصر ولا عمر خالص مع السادات ولا مع مبارك ابنه زياد بهاي الدين زياد بهاي الدين كان نائب رئيس مجلس وزراء ووزير اقتصاد ورجل مرموك في الاقتصاد نيجي بقى للبوب الكبير عمر بي موسى اعتقد هو جاني عن التعريف عمر موسى وزير خارجية مصر او اطول وزير في خارجية مصر عمر موسى اللي اتولت في المانيال من اصول خارج القاهرة ثم التحق بكلية الحقوق على فكرة هو دفعة الدكتور البرادعي وبعد كده دخل حزب الوافد ثم في الخارجية وبعد كده وزير خارجية ثم لما شعبيته طاغت على مبارك وغناله شعبان عبد الرحيم بقرة اسرائيل وبحب عمر موسى تم طيرانه الى امين عام جامعة الدول العربية ثم مرشح رئاسي قوي ودلوقتي بيشغل منصب مهم في الفرانك فون ده مرشح رئاسي وامين عام جامعة الدول العربية نص حكومة في الشارع انا بتكلم عن المشاهير لكن في ناس تانية افاضل في الوقفة دي مش مشهورين لكنهم مرموقين جدا في المجتمع المصري مسقفين وقادة رأيي واصحاب شركات ودكاترة كبار انا مع الاسف ومع الاعتذار اسماءهم مش عندي انا قلت الاسماء اللي كانت اشهر اسماء واقفة هنا يا حضرات دول بعض نص حكومة نص حكومة مش قادرين يكلموا رئيس حي نص حكومة مش قادرين يخدموا محافظ القاهرة ووقفين الوزراء اللي كان بعضهم في عهد السيسي زي دكتورة ليلى اسكندر وزي مونيل فخري الاخره مش قادرين يرفعوا سماعة التليفون مش قادرين يتصلوا بيه ويقولولو يا سيسي انت لسه يا راجل طالعين من مؤتمر المناخ اختش على دمك زي ما كتب البوست ده كده في الدولة اللي لسه مخلصة مؤتمر المناخ تخيل تخيل يا عزيزي تخيل يا عزيزي المواطن لما وزيرة بيئة سابقة ليلى اسكندر بنفسها تكون مشاركة في وقفة احتجاجية لرفضها او لرفض ازالة الاشجار في حي الزمالك عشان يتبني الحقيقة مكانها جراج لا لما ومش بس كده ده في الوقفة دي في الوقفة نفسها مشارك عمر موسى وزير الخارجية الاسبق مونير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة الاسبق هاني بيرزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغيرهم هو الحقيقة محتاجين حد يفسر لنا ايه حالة العداء مع الاشجار اللي ماشية في البلد دي ومين اللي وراها الى السيدة رئيس التحرير هنقولك مين اللي وراها لكن هو سؤالك مهم قد كده وزراء ومسؤولين مش قادرين يتكلموا ولا عشان اللي بيعمل الجراج ده هو الهيئة الهندسية اللي هي تابع القوات المسلحة هتقول لي ده هبدو بتاعه هقولك لا هتروح بعيد ليه تعال فاسحك شوية في جناية مصر ومش اجيب لك سيرة المنتزة واشجار المنتزة انساها انا هكلمك عالقاهرة اهم واكبر جنينة في مدينة ناصر اهو الهيئة الهندسية في مصر تزيل حديقة اللوتس لإقامة جراج ومحل التجاري اكبر جنينة في مدينة ناصر كانت قصاد محكمة مدينة ناصر اتعملت جراج وباسم حديقة اللوتس بعد ما اضع الحديقة تماما وتعملت دلوقتي جراج مكتوب عليه ملك القوات المسلحة واللي نفذ الجراج اللي نفذ الجراج ده يا حضرات كمان كان جهاز القوات المسلحة يعني الجناين اللي بتتنفس او بتنفس عن الناس نفسها عن نفسها بتحولها لجراجات ومحلات وقهاوي اهو حديقة اللوتس وزارة الدفاع قالها يا لعندسية القوات المسلحة مشروع الجراج ومحلات حديقة اللوتس ادارة المشروعات الكبرى اتشالت الحديقة كلها اللي بتنفس عن الناس وتحولت الى جراجات وقهات فيه حديقة جوار اسماك البورج في شرع الطيران منية نصر وفيه حديقة اصادها الحديقة الاقصاد اسماك البورج في الصف التاني اتعاملت فيها قاعات افراح اسمها القصر الاميرات اسمها كده والحديقة اللي قبل اسماك البورج اتعاملت فيها بنزينة تشيل اوت دول كانوا يعني محاطين بخمسين ستين عمارة كانوا متنفس للناس وفي نفس الوقت بتساعد في منطق الزحمة زي دي على تجديد الهوى دلوقتي الناس دي سكان المنطقة ما بيعرفوش يناموا من الافرح للحد الفجر نبعد العيد ليه كابتن باراكات كابتن اسماعيلي والنادي الاهلي ومنتخب مصر اصلا جاي من نادي السك الحديد النادي ده نادي البسطاء نادي الناس البسطاء على الاوتستراد اتعمل 14 قاعة افراح وتمانين محلة على الصور النادي واجبر قطعتين جوه النادي خدهم بنك مصر والبنك الاهلي هنبعد بعيد ليه خلينا في مدينة نصر الحديقة الدولية في عباس العقاد اللي كلنا انبسطنا منها زمان انا شخصيا كنت بصور فيها حلقات لقناة النيل المنوعات الحديقة دي اتعمل فيها نفس الشيء مبنى اداري دورين وخدها وخلاص وشالوا شجر السيسي يا حضرات بياخد اجمل حدايق في مصر يدمرها وكان بيقول كأنه بيقول حد عجبه حاجة حد ليه شقف حاجة ده حتى حتى عينه على حديقة الحيوانات اللي من 1800 بينمر عليها عشان ياخدها برضو بيسألكم في اخر مؤتمر ليه حد عجبه جنينة الحيوانات يا اخي هو حد عجبه مصر الاول عشان نشوف حديقة الحيوانات وبرضو حديقة الطفل اللي في مكرم عبيد اللي كانت ضمن اجمل حدائق في بديه ناصر فتحوا جوه مزارع دينها تعمل في طير مشالتت وبقى الجيش مشغلها بمزاجه وكل شهر يعودوا وزعوا الاراضات على بعضهم جنايا مصر يا حضرات بقت مرتع لقارة القوات المسلح اي حتة خضرة فضية هد يا معلم اقطع الشجر نبنيها وناخد الريع اللي جاي منها اللي حصل في حي الزمالك نسخة مكررة من طمع وقهر بيحصل في المصريين طال الجميع صغير وكبير وزير زي ما انتم شفتوه او ست وزراء وغفير محدش قادر يفتح بقه حتى في مضوع الفطور الالكترونية نفس القصة محدش قادر يفتح بقه اختافوا الفنانين اللي اختحموا وزارة الثقافة في واحد شارع شجرة الدور في الزمالك برضو حاجة عجيبة قوي في 2013 حي الزمالك ده نفسه شهد اكبر احتفالية وتظاهرة شارك فيها كل المثقفين والفنانين امبارح هيتطبع الفنانين الفطورة الالكترونية لا ايه ده نقيب الفنانين طالع يقول لك وماله ندفع يا بيه بس حد يفهمنا اسمع كده كل الاحترام والتقدير طبعا الوزارة المالية والمصلحة الدرائب ولكن بوضوع الفطورة الالكترونية انا بأناشدهم وبارجوهم بل بأناشد فقامة الرئيس بارداء العمل بالفطورة الالكترونية اللي احنا مش فاهمين لنها حاجة يا جماعة فاهمونا اقعدوا معنا اشرحونا احنا مش فاهمين حاجة مش فاجأة يلا بكرة يعني انا بأناشد احنا عندنا مشاكل كتير لكن انا فيه الدقائق اللي مع حضرتك بتكلم في الفطورة الالكترونية انا بأناشدهم بل بأناشد تدخل فقامة الرئيس شخصية بارجاء العمل بالفطورة الالكترونية حتى نفهم هما بيقولوا يا فندم احنا بنتكلم في الموضوع ده بقى لنا سنتين يا فندم احنا مش فاهمين حاجة يعني احنا ملتجنين والله طب انت مع يعني ما كانش عندك جلسات مع الاخوة في مصلحة الدرائب لجنة منكو راحت مثلا في لجنة بل جان ولكن ليست كانت الفطورة لجنة دائمة لكن لم تكن الفطورة الالكترونية على الجدوة الالكترونية فانتوا لم تسمعوا عن هذا الامر في اي مباحثات مباشرة أو غير مباشرة مع مصلحة الدرائب انا بنفسي شعال قالوا يدي للشركات لا مش للشركات لا انا مش فاهم حاجة ولا زميل لتعمين حاجة احنا عندنا يعني احنا تحت عمر الدولة لكن خففوا علينا الإجراءات خففوا علينا الإجراءات مش ممكن كل شوية قيمة مضافة لا ضريب التاخذ لا يا قطورة الالكترونية احنا يعني الخليين جي مطبيعة قال احنا مش بنقول ما ندفعات احنا تحت عمر الدولة ونتعود زيادة واحنا من اكتر الفئات اللي شغلها واضح طيب ليه حضرتكو ما تاخدوش المبادرة وتروحوا تقابلوا رئيس مصلحة الدرائب يعني او تعودوا مع مسؤولين في الدرائب او تطلبوا زي سمينار مثلا يشرحوا لكم في هذه الضريبة هتتعمل ازاي او تتطبق ازاي انا عايز اقول لي استاذك هالحاجة الاستاذ مختار او الاستاذ الريض او الاستاذ نائر او الاستاذ مندوع كل الناس اللي متعاونة معانا بشكل جيد زبا جيد ولكن ملفة الفاتورة الالكترونية محتاج وقت شوية ما الناس مش فهمة يعني اللي حاصل في البلد المعنى الحرة سواء المحاملين او الاطباء او المهندسين او الجنانين الناس مش فهمة وكل المعلومات اللي بتوصل لنا غلط اذا كان اللي وقفين في الزمالك وهم نص حكومة مش قادرين يجيبوا سيرة الجيش وهم يعلموا ان الجيش هو اللي ورا تجريف الجنينة في الزمالك عشان يبدي جراج ولا قادرين يجيبوا سيرة السيسي في الجراج ده مش بعيد من النقطة دي في حي الزمالك وتحديدا في واحد شارع الشجرة الدر برضو في الزمالك فالفين وثلاثتاشر كان فيه كتيبة من المثقفين والفنانين بيقتحموا مقر وزارة الثقافة مش وقفين يعترضوا على رئيس الحي زي دلوقتي ولا مش عارفين يكلموا محافظ دول داخلوا مقر وزارة الثقافة واحد شارع الشجرة الدر وهناك عملوا اعتصام كبير جدا تعرفوا ليه عشان الدكتور هشام أنديل عين وزير ثقافة مش على هواهم اسمه علاء عبدالعزيز مجرد وزير يعني يتعين ويخرج مش حديقة هيتقطع أشجارها إلى الأبد مش تصرف لن يعود ده وزير وأكم من وزارة تعينه ده حلم النمنم بعد كده بقى وزير شفتوا بعد كده بصيبة السودة حلم النمنم بقى وزير ثقافة فمجرد ما تعين علاء عبدالعزيز وقفوا بقى الفنانين والمثقفين واحتلوا مقر الوزارة وعملوا اعتصامات الهدي بيلخص موقف المثقفين من تعين هذا الوزير وبيحدد بالضبط نحن هنعمل إيه لو لم يستجيبوا لو لم يستجيبوا لهذا الانغار الأخير اللي بيواجهه المثقفين المصريين بكافة اتحاداتهم وكافة نقاباتهم وكافة جمعياتهم كل المثقفين المصريين على قلق رجل واحد بيقدموا انغار للقائمين على الحكم ومش هقول الرئيس لأننا لا نعترف رئيسه محمد مرسي للقائمين على الحكم ومش هؤلاء للقائمين على الحكم نحن نوجه لهم انزارا أخيرا مدته 72 ساعة إذا لم يقال الوزير هذا الوزير القابع في هذا المكان اللي احنا نملكه كمصطفين إحنا هنصع التصعيد خطير هم وحدهم اللي يتحملوا مسؤوليتهم إذا كانوا التصعيد ده مش هيبقى بس بالشباب اللي تقولوا عليه سببه وتهول وسوي واسعة 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 الواسع بتاعها ما شاء الله ده دي وقفة أيوة ده الدكتورة أبو الغار ودي الفنانة الكبيرة أصار الحكيم وده الأستاذ سليم أخه شام سليم رحمة الله عليه وده طبعا المناضل المناضل خالد يوسف وده الأستاذ مجد أحمد علي المخرج الكبير وكتير إحنا المثقفين الوافة دي كانت اعتراضا على تعيين وزير هيجي ويمشي لكن لما تتقطع أشجار نادرة في حي الزمالك بوقفين ست وزراء لا حول لهم ولا قوة لما يتعمل على دول ضريبة الفاتورة الإلكترونية مفتحش بقوهم خالص ودي ضريبة جائرة وظالمة لكن مش يدين يفتحهم أشرف زاكي نفسه نقيبهم بيقول لك أنا تحت عمر الدولة أنا يعني تحت عمر احنا معنناش مهانع بس نفهم هقول لك ليه بقى دول ما يعترضوش دلوقتي لأن لو فيهم واحد راضع من لبن أمه وعمل الحركة دي هيقعد في بيته مش هيشتغل سنين مش هيلاقي شغل ليه لأن هات الصورة اللي يكرمك لأن عبد الفتاح أمم لهم الإنتاج الفني خلاص البيه المناضل ده خلاص اتأممت النهارده بيبوس الأيادي والرجلين عشان سره الباتع المسلسل اللي عايز يعمله وكيفي كلام انه تأجل وماقدرش يفتح بقه ماقدرش تكلم احنا مش عند كامل أبو علي احنا مش عند الشركة العربية سعاد يونس احنا مش عند شركة الماسة انت عند جهاز المخابرات يا حبيبي هتفتح بقك وتقف الوقفة دي اللي هنلمح طيفه وقف الوقفة دي هنقعده ببيته ومش هيشتغل مش هيشتغل بعد ما تأممت الشركة او اممتها الشركة المتحدة الشغل الممثلين كله بالضبط زي ما أممت الهيئة الاندسية للمشروعات حدائق مصر عايز دليل شوف فنان اسمه حمدي حفني طالع بيشتكي من قلة الشغل وبسبب كده قعد عياله من المدارس عشان مش لاقي يجيب لهم سنده وتشات بيقول كل زميل وبيشتغلوا بقوايم بيتم إرسالها اسمع كده اسمعوا بيقول انا الحمدي حفني وبشتغل ممثل وعضو عامل في رقابة المهنة التمثيلية شعبة إدارة مسرحية ملبعة في رسائل السيد المخيب يا دكتور الدنيا بايزة وعجين نشتغل وما فيش حاجة طب حاضر حاضر طب يا دكتور الحياة بقت صعبة وما فيش حاضر حاضر كان زمان فيما كلها بيتشدقوا بيا بقولك السوق عرض وطلب لما كان السوق عرض وطلب كان الموهوبين اللي زي وزي غير العادين في البيوت بيشتغلوا دلوقتي السوم بقاش عرض وطلب السوق بقاش عرض وطلب السوق بقاش بيروح لشركات الانتاج كل شركات الانتاج فيه اسماء من خبال الدكتور أشرف ذاكي دا لو بحك دا لحد يهودي يهودي هيتحرك معايا إنسانيا ولا حياة اللي ما انتو نادي يا رجل اقال مش لاجب لونسان دا وشات يا رجل فيه ايه يا اخوانا فيه دا لو ناس دا علينا نعمل أو بن يمين تنياهو كان يتحرك معايا إنسانيا اللي يهودي دا واحد من الفنانين لأنه مش على الحجر على فكرة فيه زيه كتير بالمناسبة وعلى فكرة من كام يوم لما جات سيرة فنانة هنا قلت لكم دي مش من الناس اللي بتشتغل طول وقت رغم إن الانتاج الفني ما شاء الله بنعمل بالخمسين مسلسل في رمضان ويمكن أكتر من خمسين بنصرف مليارات على مسلسلات بس المسلسلات بتاعت ايه بتاعت ياسر جلال واحمد مكي مسلسلات تمجت في السيسي وفي الطغيان مسلسلات بتقوم عليها الشركة المتحدة اللي يعجبه يشتغل واللي ما تعجبهش ما يشتغلش السيسي هد فيلم كامل اسمه ساعة الصفر تقريبا بتاع أحمد السقق أو أحمد رز ويتبنى مسلسل كامل اسمه الاختيار وينقل الممثلين اللي بيشتغلوا فيه لدرجة ينقل الممثلة نادية رشاد تعمل ضرمه ويتدخل في السيناريو والسكريبت والمنتاج وبدل ما يجيب أحمد السقق يعمل ضره يجيب ياسر جلال طول بعرض بارتفاع ويقنع الناس ويحقق له عقدة النقص اللي هو أصلا مش شايفها مين اللي هيدفع الفاتورة الإلكترونية مين اللي هيدفع يعترض فرق كبير جدا بين المشهدين بين واحد شجرة الدر 2013 والجزيرة سرايا الجزيرة 2022 بين التظاهر في شارع شجرة الدر في الزمالك واحتلال مبنى حكومة من قبل مثقفين وبين نص حكومة نص حكومة كاملة وقفة في الشارع بتعترض على إزالة أشجار بين فنانين معترضين على وزير ثقافة يجي ويمشي وبين فنانين النهاردة يتطبع عليهم الفاتورة الإلكترونية مدى الحياة ضريبة جديدة جباية جديدة مش عالفين فتح بقهم نقبهم بيقولك احنا تحت الأمر بس نفهم ايه اللي حصل و ايه اللي تغير أشرف زكي بيقولك احنا تحت الأمر أشرف زكي بيفكرني بالنقطة بتاعة الزمال لما حطوا الناس على الكباري يضربوا المواطنين على أفاهم ووقفوا الجميع في طوابير طويلة كل واحد ياخد أفا وينزل فقاموا واحد اعترض وغضب وراح يشتكى وقال لك والله ما ينفع كده حرام قالوا فيه ايه افتكروا زعلان ان البنقين ميتضرب على أفاها قال لهم لأ يا جماعة زودوا الناس اللي بتضرب عشان الزحمة تخففه ونلحق نوصل لأشغالنا أشرف زكي عامل زي الراجل ده بالظبط موافق يتضرب على أفاها بس نفهم نفهم الفاتورة فيها ايه حضرات السادة كل اللي حصل في 2013 كل الدعوات اللي كان بتقال على الرئيس مرسي وعلى هشام أنديل في 2013 يا شاء ربنا انها بالظبط تتحقق ويتزل فيها قيل ان الرئيس مرسي بيبيع الدولة لقطر وللخليج النهاردة مصر كلها بتتبع لخليج قيل ان الرئيس هيزيل الهرم النهاردة حدائق مصر كلها بتتزل ومحادش قدري بتحبقه قيل ان دا ما يكرهوا الثقافة واعداء الثقافة النهاردة بيتفرض عليهم ضريبة محادش قدري يفتح بقه قيل ان هم كان يعني اعتراض على وزير أصله إخواني معيني علاء عبدالعزيز صهران طول الوقت في أفتر ايت أو في الكابريت التاني أو الكافيت التاني اللي كان في وسط البلد دا والله أعلم كان بيعمل ايه إنما قالك دا إخواني النهاردة بيتفرض عليهم ضريبة زل ومش ان يفتح بقهم كل اللي عملوه في 2013 النهاردة ما يعرفوش يعملو نصه ربعه الذكورة هرمون الذكورة اللي كان في 2013 طافح عن نسوان والرجالة النهاردة هرمون القنوسة بقى الأجبل وبقى طافح عن ناس كلها حاشا دي يفتح بقه محدش قادر يفتح بقه ومحدش هيفتح بقه خلصت دا بالزبط الزنب اللي احنا جانيناها على مصر لما جات لنا فرصة لبقى نادمين وضيعناها من إيدينا بالأشكال